خلينا ناخد على التليفون ناقدنا الرياضي الكبير من لندن أستاذ ياسر الشنواني أهلا بيك أهلا أستاذ ياسر أستاذ ياسر عمل إيه والله تمام الحمد صلاح إيه أخباره هيقعد فين وهيروح فين والله طبعا أما يكون نجم بحاج محمد صلاح وزي ما قلت أستاذ يوسف حدوتة أنا مش أقول حدوتة بس يعني حاجة تدرس يعني التاريخ اللي عمله صلاح سعوده إزاو وانتقاله من المؤولين وانتقل يروح لبازل السويسري ويتقلق مع بازل السويسري فيجب أنظور يعني أقوى دوري في العالم لو فيه خمس دورات كبرى في العالم سواء الدوري في فرنسيا والأسفانيا والإطال الألماني والدوري الإنجليزي ده مش أي حاج يلعب في الدوري الإنجليزي فكل إن واحد يتقلق في الدوري الإنجليزي وطبعا تعد عليه مراحل بتبقى زي اختبار لي ممكن أي حد لو غير صلاح كان يجي على الدور الإنجليزي ويحصل معه اللي حصل مع تشيلسي وكان يرجع أو خلاص يروح أي حتى تاني ويحصل له إخفاق لكن ده راجل عنده تارجت دايماً بيحاول أنه يوصل له وعنده هدف بيحاول أنه يحقق وشفنا لعبة كتير احترفت لكن ما قدرتش تكمل لأن ما قدرتش ما كانش عندها نفس الإصرار اللي عند صلاح فيحصل معك مع تشيلسي اللي حصل ده وبعدين تنتقل تروح للدور الإيطالي في فرنسينا وبعدين روما تتقلق فترجع للفربول فييجي بقى يعني حصلت كفرة رهيبة يعني لصلاح وللكرة المصرية وللكرة العربية وإسم كبير وإحصائيات وتشامز ليج وبريمير ليج وإف إي كاب وكارباو كاب وكل الحاجات دي فده حد ذاتها يعني مش حدوكة بس لا دي ظاهرة لازم تدرس ونعرف اللي وصل اللي وصل لي صلاح أنا باتفق معك في اللي بتقوله إن عايش صلاح إن هو يفضل يكمل في الفربول إن مفيش دوري أقوى من الدوري من البرمير اللي يجي الدوري الإنجليز لكن دلوقتي فيه كلام كتير جدا على إن صلاح وناس طلع بتتكلمت دلوقتي إن صلاح يمشي لكن أنا بقول إن الكلام ده مجرد كلام كل واحد ممكن يكون عايز يعمل صبق عايز يعمل حاجة خاصة بي لكن لغاية دلوقتي مفيش حاجة أما يكون نبمت حاجة من محمد صلاح لازم أما يحصل حاجة لازم يقبأ فيه مصدر موصوق منه هو اللي تكلم في المركات الصيفي سنة اللي فاتت أول ما كان فيه كلام عن الدوري السعودي لمحمد صلاح صحيح والله نصطلعت وقالت إن ده فيه مبلغ قد كده صح فيه معروض 200 مليون يورو فيه مرتب شهري قد كده فيه حاجات تانية لصلاح فكل ده نازم يتقال خصوصا البرامي الليج الناس عندهم أنديات البرامي الليج عندهم شفافية رهيبة جدا نجم مثلا بحجم هاري كين متقلق مع يعني نجم وكابتن الدوري الإنجليزي ونجم أول من قرر إن هو يروح بير ميونيخ كله طلع واتكلم وقال بكون بمدهة شفافية فلو كان فيه حاجة دلوقتي لصلاح إن هو راح فعلا وخلص مع الدوري السعودي أنا شايف إن الناس كلها بتتكلم مجرد كل واحد عاي ياخد صبق نفسه ويتكلم إن هو الرجل اللي عارف كل حاجة لكن لغاية دلوقتي ما فيش حاجة ما فيش أي مصدر مصوح ولا صلاح تتكلم ولا ياردن كله بتتكلم ولا ليفربول تتكلم ولا الصحف الإنجليزي هتكلم طب مش هو كان متقدم بالفعل عرض من بريسان جرمان طبعا هو بعد بريسان جرمان أما كان فيه كلام برضو إن مبابع يروح ريال مدريد وخلاص الموضوع ده يعتبر إلى حد ما تأكل فطبعا أكيد يعني مش هكون الدوري السعودي بس اللي عايز صلاح أكيد بريسان جرمان عايز صلاح وأكيد فيه عندها كتير جدا يعني مهتمة بأن صلاح ينتقل لها لأن صلاح فعلا إضافة لأي فريق فريق ينتقله لكن لغاية دلوقتي ما فيش حد تتكلم خالص سوف يضمن الأندية اللي بتطالب وتتمنى أن يكون محمد صلاح عندها هو بريسان جرمان خصوصا بعد انتقال مبابي من ريال مدريد يعني في رأيك ما فيش حاجة لغاية دلوقتي حاليا ما فيش أي حاجة ولا صلاح طلع طلع تصريح ولا يرجم كله طلع صليح ولا نادي اللي برجول طلع تصريح ولا الإيجا متاع صلاح تكلم طب على سبيل المثال لما حصلت إصابة محمد صلاح فكاسو الأم الأفريقية أول ما الناس طلعت تكلمت يرجم كله بتكلم في المؤتمر الصحفي الإيجا متاع صلاح طلع طلع تصريح وقال بالتفاصيل كل حاجة فالناس دي منتهى الشغفية لغاية دلوقتي ما فيش ولا حد من دول طلع تصريح فمعنا كده إن الكلام اللي بيتقال كل ده مجرد كلام كل حد عايز يعمل صبق صحفي إنه هو عشان لو احتمال ممكن يكون فيه لكن طالما ما فيش حد يطلع ولا مصدر مواسوق قال على التفاصيل يبقى لغاية دلوقتي ما فيش حاجة حصل أنا أشكرك جدا 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 الأستاذ ياسر الشنواني النقد الرياضي من لندن أنا عجبني صلاح ده أروبة أروبة والله العظيم شوف صمته ده هدوءه ده تقيل كده ما هواش خفيف صلاح مش كليء مش كسير الكلام مش دائم الظهور من الآخر ليه بيقولك أروبة صلاح مش مرطرت مش كتير مش تفتح الحنفية تلاقي محمد صلاح صلاح عزيز غالي هو عارف قيمته عارف قيمة نفسه يعني